السلام عليكم مرحبا بكم وخوتي في قناة الرياضية مرحبا بكم نظاموني تنام مرحبا بكم ناس الجياس كاو توجهون مع اخبار شبيب تقابعي لما يكون هناك خبر نكونوا معهم ان شاء الله قال لك محكمة بير موراد رايس اجلة لافارت يازيد ياريشان وشمس دين حرق وناسيم سعداوي اجلة لافارت احم مع الشرعة احم راح يكون يوم 18 جونفي 2022 كان 5 جونفي واللاف في 18 اجلتهم بعد ذكروا الجمهور انو نافارت احم محترموش الكون في الموقع انو في وقت الحجر خرجو وتحكمو في ثلاثا حكمهم بوليسي يتكاين تهمة ثانية تعدي على شرطي هذه التهمة تحم ان شاء الله ما لبيش ان ان شاء الله نافارت ادي ما تعترش على شبيب تقابعي لانو كاين لاعب وكاين بريسيدون في الشبيبه خلينا هذا كما ناجار مشاره يقس تحبو لا تكره مشاره يقس تحبو لا سعداوي مشاره يتقاس هو كاها الشخص وهو احنا ليهمنا شبيب تقابعي لكا بريسيدون جوار راحين يشارعو في اليو دوزويد يسمى راح تأطر شبيب تقابعي لسوا في المرضو التعلاب او سوا في الفريسيدون كاو سما راهو عندو مشاكل واحدة اخرى عندو امور واحدة اخرى ادارة وكذا وشبيبه ونادي كبير وكذا دي كيتو في هذا الشرع يمكنني اضطر شوية على الشبيبه نتمنى كل خير نتمنى كل خير تأدي لها خير شاء الله وهذا مكان ما تضطر شوية على شبيب تقابعي لشابيبين شابيبه عندو رجالة ان شاء الله هي ان شاء الله المهم لغفير هذي تا متأضطر شاية على شبيب تقابعي لخلاص الناس اللي همناه انه الشبيبه متأضطرش هذا الفيديو تاني اليوم لا تنسوا الشجمعات تابعوني في القناة بيفجي اسكاو لايك بيوصلكم جديد مع أخبار جديدة للشبيبة نتمنى كل خير شبيبة سلام بخاوتي